يا عما بتحبه و هو فيه من اللي بيحبه بعد الكرامة؟ اه في كرامة طبعا يعني لو هو مثلا غلط فيه اه في كرامة عشان يفضل يحبني لو انا ما سمحت له انه يغلط ثاني وثالث ورابع انا بحبه فبعديله كل ما هعديله كل ما هو امتي في نظره هتبدأ تقل 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 و لما عفله زي النظرة و يبقى ضامني استاني بس و يبقى ضامني اللي هو ايه هي خلاص هو واخدها فورجرانتي يعني زي ما بنقول فورجرانتي خلاص هي موجودة هي حاجة ما بتروش لكن بالعكس لو وقفت و رفضت انه ده يحصل اول مرة هيحترمها و يعرف انه ليها صوت و هيبقى لو بيحبها مش عايز يخسرها فهايحاول ما اعملش ده تاني بس فهيتقفل زي النظرة اول مرة عشان تاني مرة ما يتكررش الكلام ده فعادي طب لو بقنا وقفت زي النظرة و تكرره تاني لا يتضرب بقى احنا نشمر ايه دكتور لا نقف تاني و نقف تالت لحد ما الحكاية دي تتصلح لكن انا فوتها كل مرة كل مرة بقى فوتها طب الضرب ممكن نفوته الضرب والاهانة يعني انت فاخد بالك الناس اللي بتفوت كتير الضرب والاهانة بيتفوتوا واقفوا مرة و اثنين و ثلاثة لا برضو المفروض واقف و ما فوتش ايه بقى اتطلق بس في نفس الوقت اقف وااخد موقف في الحتة دي فهو المفروض يحترم نفسه و ما اعملش ده ما احترمش نفسه المرة اللي بعدها المرة اللي بعدها اقف برضو وااخد موقف لحد ما يديني بقى لحد ما متعلم في وشي هنا بتدي فوق و اقول ان عمليات التجميل مش هتقدر تلموا وشي فاقولوا لا ازعلانا منك يا سي محمد اديك كانت ايه للمرة لحد ما رسيد سي محمد عندها يخلص لا انا هاشرب ميا لحد ما رسيد سي محمد يخلص فهتلاقي ان هي اخدت القرار لوحدها اصل المشكلة زي ما قلتلك قبل كده برضو ان الحب رصيد والعلاقات العاطفية رصيد هو عملي اسحب رصيد يمدي ايده قطع ايده في واحدة زيك من اول مرة رصيده يخلص في حركة زي دي وفي واحدة لا رصيده لست مخلص فهي تسمح وتعدي وتفوت ما هم دول بقى اللي جابونا ورا لما نقفل وقفه بجد ونخوفه بجد ويعرف ان الحياة تكسرت بجد شايمدي ايده تاني عشان كده بقولك المفروض تاخد موقف مش تفوت لا دي موقف اول ما تعرف هات انا مش موافق انا مش موافق كسائلي عايزها تاخد موقف وعشان ما تطلقش فعايزها تفوت ايوه لا اتعاملي معها زي ما بتعاملي مع نفسك مينفقة هي مش مكاني لا لو حطناك مكانها تعمل ايه لا هتأكد مش عارف عايش كده هتجنن طيب هو ده اللي احنا عملين بقوله بس هي خلي بيديك هي ظروفة مش نفس الظروفي انا مش معاي ثلاث عيال انا ممكن بقى مش باقي عدونيا عادي بتجوزت مثلا شهرين ثلاثة ومش كويس في واحدة موزيعة مثلا تانية تخاف ان ايه تطلع تواجه الجمهور وانا اطلقت بعد شهرين ثلاثة لا ده انا يوم الصباحية هتعمل لي ايه طلع ما اطلعش زي ما هو في مصر كلها تعمل لي ايه طيب هتعمل ايه بالزبط كده هو في ناس كده وناس كده واسمع انتقادات وإهانات وعاين حطيها بقى حطي نفسك مكانها فانتي هتعمل لي ايه كسالي هتبقي عايشة في قلق وتوتر لا مش هعمل في نفسي كده حتى لو هخسر الدنيا وهبقى عايزة اعرف الحقيقة بس ما قدرش اقول لها كده وبعد ما عرف الحقيقة اخد القرار هي مش مكاني يا دكتور يا مكتون شخصيتها مش نفس شخصيتي ممكن تكون ما بتشتغلش ممكن تكون اهلها بتحبهم اكتر منها بحب اهل دعنا نتفق ان شخصيتها مش نفس شخصيتك انت شخصيتك قوية لكنها شخصيتها لكنها شخصيتها شخصية انهزامية شوية واعتمادية عاطفية على الاخرين مش انهزامية بتحب اهلها بزيادة وبتحاول تبرر طول الوقت الناس وبتحاول تبرر طول الوقت اللي بتحبهم فقعد التبرر للاخ ده كل اخطاءه وكل خياناته وكل زلاته متحمل قوي والله العظم يا دكتور انا مش متحمل ولا حاجة بس هو الحقيقة كده